نهاركم سعيد ويوم جديد وفقرات متنوعة معاكم زي كل يوم نتمنى لكم صباح مشرق مليء بالبهجة والسعادة والنشاط نهار ده الاثنين 28 يناير 2019 صباح الفل أشرف نهارك سعيد صباح الخير يهام صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليام بالأمل والتفاؤل دائما لمصرنا الحبيبة ضيف عزيز جدا علينا أول مرة يزور مصر بعد ما تولى رئاسة فرنسا أمانويل مكران مبارح في أبو سنبل في زيارة لمدة ثلاثة أيام سيلطقي السيد الرئيسة فتاح السيسي إن شاء الله النهار ده ريهام وكان في أبو سنبل بيتفرج على المعابد وكان الدكتور خالد عناني وزير الأسار كان بيحكيله يعني عن تاريخ مصر والدكتورة رانيا المشاط كمان وزيرة السياحة كانت موجودة أنت كنت هناك قبل كده قريب من اللقصر أسوان؟ روحت أسوان كتير قوي ولوحت لقصر طبعا كتير وروحت أسوان أكتر لأن أنا أحب أسوان جدا أسوان بناسها بطبيعتها بالزارع بالأسار بالنوبة بطبيعت الناس أسوان من حوالي سنة ونص مثلا أو حاجة بس لقصر قريب كنت أخبار حركة السياحة إيه هناك؟ والله حلوة جدا 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 يعني الناس كلها مبسوطة هناك جدا لأن نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت فوق التسعين في المية في فترة البرايم تايم أو الهاي سيزن بتاع الشتة لأن الأسوان ولقصر طبعا الشتة أكتر أجانب من كل الجنسيات يعني السنة دي كل الناس العامين في السياحة بيقولون أن عام ناشط سياحيا جدا الحمد لله يا رب دايما يا رب دايما وطبعا رئيس فرنسي أنه هو يكون موجود في معبد أبو سنبل المبارح دي دعاية جميلة جدا دعاية في كل وسائل الإعلام في العالم كله مصر كمان هي دعاية لنفسها يعني مصر أثارها هي دعاية لها طبعاتها وجوها جميلة تبعات في الشمس تبعات في الشتة لابس مص كم وبتتشمس يعني في كده في العالم يا ربي ما فيه تلج وكوام تلج بس خلي بالك اليومين دول ساعة أوه يعني السنة دي ساعة زريفة الجو الشتة جامد سنة بس برضو عندنا شمس مناسبة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في نهارك سعيد على الصبح كده وزيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لمصر ولقاءه النهاردة سيد رئيس عفتاح السيسي النهاردة عندنا فقرة على فكرة كمان خاصة بموضوع السياحة ليه علاقة بالسياحة عضلاتكو يوم السبت أنا كنت موجود هنا وكنت بتكلم وبقول أنه تم افتتاح يوم السبت اللي فات مطار سفينكس في الجزء الغربي من القاهرة وهو بجوار الأهرامات والمتحف المصري الكبير هيكون معنا النهاردة سيادة اللواء محمد زمزم رئيس مجلس الشركة المصرية للمطارات سابقا هنتكلم معاه عن أهمية هذا الافتتاح وأهمية كمان تأثير ده تصنيفيا للسياحة لمصر لما يكون عندنا مطار اسمه مطار سفينكس بجوار الأهرامات أنا معجبة جدا جدا حقيقة بالمطار ده ومبسوطة أنهم عملوا حاجة زي كده لأن عادة السياح الأجانب يبقوا عايزين يشوفوا كل حاجة صحيح فممكن يكون مثلا مش مهتم لو يقعد في القاهرة 4-5 سيام أو حاجة ففعلا سياحة اليوم الواحد ده ممكن يجي يشوف الحاجات المايل ستونز مثلا يشوف المتحف الكبير لما يتم افتتاحه إن شاء الله قريب يشوف الهرم يشوف المنطقة الأسرية بتاعت الأهرامات ويروح على أسوان يروح على لقصر يروح على شرم الشيخ في كتير من السياح بينزلوا مثلا لقصر أسوان أو غردقة أو شرم الشيخ على طول ويطلعوا يروح بيبقى عندك رحلة سريعة جدا ينزل على مطار سفينكس من الغردقة ومن شرم الشيخ أو لقصر أو أسوان سريع يشوف الأهرامات ويشوف المتحف الكبير ويرجع تاني أيهاي للفكرة دي بصراحة عجباني جدا يعني سهل كتير أوي على السياحة إن شاء الله عندنا كمان فقرة الحياة مع رواية اسمها وليكن للكاتبة مننا فؤاد مننا بتحاول في الرواية دي لها تكشف خبايا الحياة الاجتماعية في مصر وقصص مختلفة من المجتمع المصري هنتعرف عليها النهاردة أكتر دايما نهارك برنامج نهارك سعيد بيستضيف المواهب عندنا موهبة النهاردة خاصة بالإخراج المصرحي والإخراج السينمائي والكتابة السيناريو وممثل في نفس الوقت المخرج عبدو الحسيني وهنتكلم عن فيلم وفيلم الأطياف فاكرين كلنا أكيد طبعا أغنية فيروز وأنوروك دي شوف يا عزيزي وشوف يا حبيبي صاح في فرقة مصرحية لطيفة جدا اسمها بولبوليتا أستيسها أستيس حسن بولبل هو المخرج والمؤسس للفرقة حيكون معنا نهاردة وحنتكلم عنها وتعمل حاجات للأطفال كتير جدا وبتعيد كمان حاجات من الأغنيات القديمة زي دي بيعمل إعادة توزيع وإعادة كتابة لبعض الأغنيات فحنستمتع النهاردة بفقرة لطيفة جدا مع فرقة بولبوليتا يوم جميل النهاردة ويوم مشرق بإذن الله تعالى وكله أمل وتفاؤل نبتدي فقراتنا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر